السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب الله أقاتكم أينما كنتم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد ما زلنا متواصلين معكم في هذا اللقاء حول طبيعة القلوب وكيف يمكن أن نغيرها حتى تصل إلى التغيير الذي يحبه الله ويرضاه في الحلقات الماضية تحدثنا عن ثمرات تعزيز القلوب وتقويتها وعن نماذج الصحابة وكيف حولت قلوبهم أفعالهم إلى أن باتوا أحد أعظم الأجيال التي لا يمكن أن تتكرر على وجه التاريخ في هذه الحلقة سنحاول أن نسأل هذا السؤال من أين نبدأ وكيف يمكن أن يحدث التغيير في القلوب حتى تصل إلى ما يحبه الله ويرضاه دعونا في البداية نرحب بفضيلة الشيخ نشأة أحمد الداعي الإسلامي الكبير شيخ نشأة مرحبا بكم وما زلنا متشوقين لما لديكم من علم ومن إفادات كبيرة تفيدون بها عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تحدثنا كثيرا عن القلب في الحلقات الماضية وهنا ربما نختم الحديث عن القلب في هذا اللقاء بكيفية التغيير كيف يمكن أن نغير هذه القلوب حتى تصير على وفق ما يحبه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصلحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المسلين وصفة خلق الله أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليم كثيرا أما بعد الحقيقة لكي نبني بناء نبدأه من الأساس ثم نرتقي حتى نصل لنهاية البناء البناء الذي نسعى ونسمى لنصل إليه في القلوب أن تؤهل القلوب لما شاء الله لأن تؤهل وهي أعظم ثمرة وأكبر نعمة من الله بها على البشرية تقوى الله عز وجل الرب بيّن أن التقوى دي عبارة عن ثمرة ربانية لا يضعها الله إلا في القلب الذي يستأهلها ويؤهل لها ويستحقها تقوى فقال تعالى عن الصحابة بعد معاناة سنين وجهاد للقلب والنفس والبال والحياة كلها قال فأنزل الله سكينته عليه على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها أهلا لكلمة التقوى أيوة هذا هو الشاهد التقوى ثمر ثمرة ومنّة من الله عالية لا يضعها في قلب اللي يستأهلها ولا يستحقها يعني مش بفعل العبد الفعل العبد أن يستأهل لها ومنّة الرب أن يلزم القلب إياها جميل إذن التقوى ثمرة مع ملحوظة ما أمر الله عز وجل بشيء في القرآن كما أمره التقوى جاء الأمر بالتقوى في بضع وثمانين موضع في القرآن أكثر من أمر بالصلاة والصيام والذكاء والحج اتقوا الله لأن الصلاة لا استقامة لها بدون تقوى والصيام لا قيمة له بدون تقوى والحج لا قيمة له بدون تقوى بل التقوى ثمرت كل ذلك لما ذكر الصيام قال لعلكم تتقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على زم قبلكم فجعل الصمر والصيام إيه لعلكم تتقون أي معدودات ولما ذكر الحج قال لن يدى الله الله لحومها لدماءه ولكن يدى التقوى منكم الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا فسوك ولا جال في التقوى ولا جال في حد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فجعل زاد الحج كله التقوى ثمرت الطاعات أن نصل لهذه المرحلة أن تؤحل القلوب لأن يلزمها الله التقوى إذن التقوى ثمرة طب إيه هي التقوى؟ سنوضح ما نقول لها هي ثمرة لا معناها لا التقوى دي الزم لكل قوى القلب حتى تعمل بكامل طاقتها الزم لكل قوى القلب حتى تعمل بكامل طاقتها من هم أو من عزيم من أراد عشان نصل لهذه الثمرة ولهذه المرحلة لابد متأهيل الرب في بعض المضع في القرآن سمت تقوى عزيم أو وصف بأن عزيم من عزائم الدين وبيّن أن هذه هي السبيل لمواجهة الأحداث وتغييرها الموضوع الرئيسي بتحدث عنه قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم لابتلاثه ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرة العداوة اللي بتقع المسلمين طب كيف نواجه قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور عزيم الدين كثيرة منها التقوى منها الصبر منها إقام الصلاة يا بني أقم الصلاة أم معروف ونهى عن منكر واصبر عن وصابك إن ذلك من عزم الأمور منها العفو عم من أساء ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور إلى آخر هذه العزائم هذه بتسمى عزائم الدين التقوى عزيمة من العزائم بل أعظم العزائم أي عزيمة تحتاج لعزم صحيح وبين العزم وبين العزيمة الإرادة يبقى مطلوب عزيمة ومطلوب إرادة طب من أين يبدأ العزم الفرق بين العزيمة والإرادة الإرادة مرحلة بعد العزم مرحلة بعد العزم وكما بينا أن فيه هم عزيمة فكرة إرادة وبعد الإرادة يبدأ الفعل فأفعال القلب كلها وفعل البدن كلها أفعال القلب منها التقوى منها الإنابة منها الإخلاص منها الإخباط كل ذي عمال قلبية وتعد سمار لهذه الأعمال القلبية فالتقوى سمر من هذه السمار جميل يبقى التقوى تحتاج لإرادة والإرادة تحتاج لعزيمة والعزيمة تحتاج لهمة يبقى اللي بداية من فين؟ من الهمة كيف تتولد فين الهمة؟ اللي بالاجتماع هي تكون العزم وبالاجتماع العزم تأتي الإرادة وبالاجتماع الإرادة تأتي كل العزائم لكن الهمة الأول كيف تأتي؟ سنوضح كيف تأتي الهمة؟ أنا سأستقي هذا من أثر ثابت عن أبي بن كعب رضي الله عنه رضي الله عنه سأله عمر بن الخطاب السائل عمر والمسؤول أبي عما يسأل عمر طبعا الناس كلها تعرف أن فضل عمر أكثر من أبي لكن حقيقة السائل هو أقل علما من مسؤول في هذه النقطة طبعا وإلا ليه ما يسأله لأن الناس لا تعرف قدر أبي أبي بن كعب قال النبي في حقه أقرأ أمتي لكتاب الله أبي أعلمهم بالمقروب بحر في قلوب التفسير عن القرآن ولذلك عمر يسأله قال يا أبي عما يسأل عمر الشغل باله إيه قضيتنا القلوب قال يا أبي بن كعب ما التقوى قال يا أمير المؤمنين ألا هل مررت بطريق في شوك قال بلى قال فماذا صنعت قال تشمرت وحذرت قال هكذا التقوى تشمير وحذر الله يفتح عليك إذن طريق التقوى طريق حياة حياتنا كلها كلها أشواك وعخابات كلها أشواك وعخابات والعلماء حاروا في أثر سيدنا أبي طيب ما هي الأشواك التي قانا قالوا كل ما يواجه المؤمن من مهنة أو من أمر جل أو عظم يعد شوك في الطريق يعني الشهوات والشبهات كل شيء والأحداث الجارية والعدوان أهل العدوان وغيرها من الأحداث فكل حياتنا عبارة عن طريق كله أشواك بعضهم حاول يجملها في مجموعة كبيرة أو يعني أصلها زي أبو حمد الغزار رحمه الله تعالى قال هي سبعة عقبات عقبة العلم والمعرفة عقبة التوبة عقبة العوائق قالوا العوائق أربع النفس والأخطار والنفس والشيطان والدنيا والناس عقبة رابعة سمع عقبة العوارض قالوا العوارض أربعة الأخطار والمصائب والرزق والقضاء عقبة خامسة سمع عقبة البواعث قالوا هم بعثان الخوف ورجاء عقبة سادسة سمها عقبة القوادح قالوا هم قادحان العجب والغرور وآخر العقبات عقبة الحمد وعز من يتخطاها قال تعالى وقليل من عبادة الشكور فالشاهد إن فيه عقبات تملأ الطريق كيف نواجه هو ده السبيل دي التقوى الله يفتح عليك قال تشمرت وحذرت العلماء تكلمت تشمر يعني ايه الاهتمام تاخد بالك الاهتمام لابد من توجيه فكرك أنك مطالب أن تكون متيقز ومهتم إيه المطلوب الشرعي مني في كل عمل إذا تحركت فيك تحرك فيك هذا الاهتمام الاهتمام نفسه هيولد الهمة والهمة هتولد العزم والعزم هيولد إرادة فإذا كان الإنسان عندها موعد اهتم بالوفاء به يقينا سأخذ بكل الأسباب التي تعينوا على الوفاء بهذا الموعد من نفسه أو حتى ممن حوله فإذا كان عندها موعد معريس دولة يحبه حاكم عادل أو موعد لطائرة أو لسفر مهم جدا بالنسبة له لن ينام ليلة حتى لو كان معتاد السهر سيغير كل نظام حياته بل سيغير كل عاداته في نومه في قيامه في سلوكياته لو معتاد كل اليوم مثلا سيشاهد مشهد معين سيرفض كل هذا معه موعد مع أصحابه سيعد ترتب حياته وتنظيمها من جديد للوفاء بما اهتم بالوفاء به إذن الاهتمام نفسه ولد عنده همة حملته على تغيير كل موعد على تغيير كل نظام حياته للوفاء بما اهتم به تخيل لو أي إنسان منا علم أن معه موعد كل ليلة مع رب العالمين مش مع رئيس دولة يحبه مع رب العالمين في الساعة الثانية ليلة هل ينام كما ينام الناس ولذلك الصحابة لما علموا أن لهم موعد مع رب العباد واهتموا بالوفاء به ما ناموا الليل نومهم كنوم هذا المهتم ببنوعد لو غفت عينه حتليه يقوم بسرعة معه فات الإغفاء السريع هذه تسمى في اللغة هجع الصحابة فعلوا هذا كانوا قليلا من الليل ما هجعون كلما غفت عينه تنبه لأنه رأى موعد مع ربه ولذا لا ينام نوم عادي فإذا اهتم العبد بشيء يقينا سيأخذ بكل الأسباب التي تبلغه الأمر الذي اهتم بالوفاء بس فيه ناس شخنا بتقولك إن ده ممكن يبقى مثلا إن موعد عابر مع الطيارة ده مش متكرر لكن الاستمرار والديمومة هو ده مهم هو دي مشكلة الإنسان رب الله بد يقول لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا للتبعوك ولكن بعد تعليم الشقة المؤمن مع حلاوة إيمانه وحلاوة ولذة لقائه بربه سيجعله يهتم بالموعد ديوميا لا يتخلف لا يتخلف لأنه وجد سلوته مع ربه وجد أنسه مع ربه هذا السيد عشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصاحي وسب الصاحي الدك اللي يؤذن في ثلثة للأول ساعة 11 إذا سمع الصاحي وسب قام في منتهى القوة والنشاط لأنه لهم وعد مع ربه بل كل الصحابة فعل ذلك عبد الله بن عباس كان إذا أرخى الليله سدولة يسب من نومه ويقول ربي سكن كل حبيب لحبيبه وجئت إليك فأنت وحدك حبيبي وهذا معاذ من جبل كان إذا سمع الصاحي وسب ويقول ربي غارت النجوم وهدأت العيون ولم يبق لي إلا أنت وأنت الحي القيوم الإحساس هذا اليقين بأن لهم وعد مع ربه اليقين بأن الطاعة يقوم فيها لخالقه كل هذه المعاني ستحمله يقين على المداومة ولن يمل ولن يكل إذن الاهتمام لكن الاهتمام ده كيف يأتي يعني فيه شواغل وفيه أولاد وفيه شغل وفيه حتى مع التشاغل الأولاد إذا عرفنا قدر ما نهتم به يقينا سيولد فينا هذا الاهتمام إذا عرفت أن عندي سفرة مهمة سأهتم أن أكون أول ناس في مطار لكن إذا كنت لا أعرف قدر من سأدخل عليه الآن لن أهتم لن أهتم لازم أعرف قدر الله عز وجل فإن لم نعرف قدر الله وإن لم نعرف قدر العبادة التي نؤديها وإن لم نعرف قدر الخلق المطلوب مننا لن نؤدي شيء إذا الاهتمام سيولد فينا هذه الهمة الاهتمام سيولد الهمة الهمة ستولد العزيمة العزيمة ستولد الإرادة الإرادة سترتقي بنا لكمال القلب وسلامته واستحقاقه للتقوى المشكلة أنهم يقولون وما قدر الله حق قدر يعني مش عارفين بس هذه عامة لكن حتى القدر اليسير الذي نعرفه عنه لو صدقنا فيه وفي فهمه لا ارتقينا به لأن قدره أجل من أن يحصى فأقل القدر الذي نعرفه منه كافا أن يحركنا فكيف لو عرفنا أكثر وأكثر وضع فالأمر الثاني الحزر ده التشمير ده التشمير سبقا تشمرت اهتممت وهيأت كل نفسي لكل الأسباب التي تحملنا على الفعل الحزر كذلك تخيل لو أي واحد من جلسين معنا الآن يعني جاءه خبر من عشر إخوات خفيدنا معناتهم أن يعني عصابة وهم في الطريق إلينا سمعوها تتأمر على سرقة بيته الليلة يبقى معنا هنا في الخارج لا طبعا ولا يفر الآن فورا ليعد كل الأسباب التي تقيه وقوع عما يحذر وقوعه جميل سيغير كلون الباب لعل المفتح ضع منه والحصابة وجاتته سيغير النوافذ سيأتي ببعض الإخوة الآن ممن يثق في دينهم ويحبهم تعال فلان أنت تبيت الليلة أعلى الشباك الفلاني وأنت على الباب الفلاني ويأخذ بكل الأسباب ويأخذ بكل الأسباب التي تحول بين الشر الذي يخشى وقوعه وبين وقوعه إذن الحذر نفسه جعله يغير كل عاداته وتقاليده ويأخذ بكل الأسباب التي تحول بينه وبين وقوعه ما يحذر فالحذر الخوف من أن يعاقبنا الله بالحرمان من التقوى بالحرمان من الطاعة بالحرمان من قوة الهمة من قوة العزيمة من قوة الإرادة بالحرمان من رضاه بالحرمان من نظره بالحرمان من رزقه بالحرمان من عطاياه بالحرمان من إعانته بالحرمان بالمعاقبة لنا عن ذنوبنا كم لنا من ذنوب منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم وكل هذه نحن عرضة لأن نعاقب عليها إن عقبنا بزنب هلكنا الخوف من وقوع شيء من هذا كاف أن يولد فينا الهمة هي الذنوب ممكن تحرم من الرزق آه طبعا حتى في الدنيا ممكن رزق دنياوي إن العبد ليحرمه من الرزق بالزنب يصيبه حديث ده حديث صحيح إن العبد ليحرمه من الرزق بالزنب يصيبه إذا ندرك هذا المعنى معاني كثيرة جدا اللي أنت تخشاه كله ممكن يقع بسبب معصيتك فكيف أقع في المعصية وأنا أعلم أن أضرار المعصية ستؤثر في كل حياتي بل كل المصائب التي تقع علينا بسبب الذنوب بنص الآية وما أصابكم المصيبة فبما كسبت أيديكم الباء هنا سببي أي فبسبب ما كسبت أيديكم طب كيف نفسر أن فيه عصا وفجار ويتمتعون بالأرزاق ويتمتعون بالصحة آه إن تجئت إلى موضوع خطير يحتاج لمحاضرة لوحدة لكن وقت الآن ضاق خلاصة القول الذي يتماد في خطائه هل تظن أن الله عز وجل سيأجره ويبارك له في عطايا أبداً أبداً رب قال نوفي إليهم أعمالهم فيها في الدنيا في الدنيا وهم فيها لا يبخشون يعني نوفي إليهم أعمالهم لم يقل أجورهم لم يقل رب أجورهم أعمالهم قال من كان يريد الحياة الدنيا وزنتها نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني أعمالهم كل عمل ملك سببه وأخذ به نعطيه له نتائج أخذ بأسباب الغن عنده الغن أخذ بأسباب القوة نعطيه القوة أخذ بأسباب الجهو السلطان نعطيه له السلطان لكن أخر فين في الدنيا اللي وصل له ده نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخشون يعني ما في أمر أخذ بأسبابه نحرمه فضله ونتيجته أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار طب وعمالهم ما عملوه دي قالوا وحبط ما عملوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملهم فارق بين واحد رب العباد يتركه ويجعل كل أجره أن يوفى نتائج عمله وبين إنسان يبارك له في عمله يبارك له في رزقه يبارك له ويؤتر على كل شيئته والأجر ده يرفع قدره ورفع قدره يجعل مزيد البركة يأتيه ومزيد الفضل يأتيه ومزيد الرزق يأتيه شتان بين هذا وزاك لا ورش المقارن بالنسانين ولذا قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين أعملوا الصلحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار يستحيل رب العباد يسوي بينهم أبدا نعم يعني لا يغر المؤمن عندما يرى هؤلاء في قمة المناصر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعهم قليل ثم أهم جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد فلا يغرك هذا وضح المعنى إذن ندرك هذا المعنى الدقيق فالهمة والاهتمام والحذر قال أهل العلم هما جناحي الطائر جناحي الطائر به ما يتولد الهم وبالهم يتولد العزم وبالعزم تتولد الأرض وهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة ببيان جديد لمعنى التقوى وكيف يمكن أن يكون تكوينا وتقوية لعزم القلب أشكرك شكرا جزيلا فضيلة شيخ نشأة أحمد على ما تفضلت وأفضت فيه كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة في ختام هذا اللقاء كونوا دوما معنا لاستجلاء كيف يمكن أن نصل إلى التغيير المنشود عبر اغتنام المنح والمواهب التي أوضعها الله عز وجل في الإنسان حتى يضمن لقاء الحلقة المقبلة بمشيئة الله نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة